يمكن القول أن مفهوم الأداء يحمل في طيعته معنى المقارنة بالنسبة للمؤسسة مع نفسها عبر الزمن أو مع منافسيها بنفس هذا السوق أو المجال أو القطاع هذا المفهوم يستعمل لغة الرياضيين ولغة منافسة أي أن يكون لك أداء جيد مقارنة مع الماضي أو مقارنة مع المنافسين في نفس القطاع الأداء يمكن أن يتعلق بشخص أو بطريقة أو تقنية معينة أو بالمؤسسة ككل أو بمشروع معين داخل هذه المؤسسة أما مفهوم قياس الأداء لمؤسسة الماء يتطلب الإجابة على ثلاثة أسئلة الأساسية ما مدى فعالية المؤسسة في تحقيق أهدافها المحددة مسبقا وما مدى كفاءتها وإلي مدى تحسن أداء المؤسسة مقارنة مع الماضي أو مقارنة مع المؤسسات المنافسة في نفس القطاع وأخيرا مفهوم تحسين الأداء يقصد به مجموعة الأدوات والطرق المستعملة من أجل تحسينه سواء الأداء الجزئي المتعلق بوظيفة معينة أو مشروع جزئي معين داخل هذه المؤسسة أو الأداء الكلي في هذه المؤسسة أو المنشأة ننتقل الآن إلى المحور الثاني وهو مفهوم الأداء قبل التحدث عن مفهوم الأداء من المهم إجراء تمييز كلاسيكي بين الفعالية والكفاءة حيث أن الفعالية تعني قدرة المؤسسة على تحقيق المهام المنتظرة والحصول على النتائج المرجوة والتسيير بفعالية هو التسيير الذي يسمح بالوصول فعليا إلى الأهداف المحددة مسبقا فالفعالية يمكن أن تتعلق بالأشخاص كما يمكن أن تتعلق بمسارات العمل بينما الكفاءة تعني قدرة المؤسسة على تحقيق المهام المنتظرة باستعمال أقل قدر ممكن من الموارد والعمل بكفاءة يعني العمل بفعالية وبأقل تكلفة فالفعالية والكفاءة يعتبران كبعدين أساسيين للأداء يمكن أن تكون مؤسسة فعالة دون أن تحقق الكفاءة كما يمكن أن ترفع المؤسسة كفاءتها دون أن ترفع من فعاليتها يجب التوازن بين الكفاءة والفعالية فلا ينبغي التركيز على حساب الأخرى فكلتا هما مهمتان لنجاح المؤسسة يمكن تحسين الكفاءة من خلال تبسيط العمليات وتقليل الهدر والوقت والتكاليف أما تحسين الفعالية فيمكن من خلال وضع استراتيجيات وخطط فاعلة ودقيقة وتحديد أولويات واضحة ومراجعتها باستمرار يجب ربط مؤشرات قياس الأداء بمفاهيم الكفاءة والفعالية للمراقبة الأداء وتحسينه باستمرار سوف نكون بطرح مثال على الكفاءة والفعالية في مثال واقعي فلو افترضنا أن هناك مصنع إنتاج الكفاءة هنا أن يعمل مصنع الإنتاج على تحسين إنتاجيته من خلال تقليل استهلاك الطاقة والمواد الخام وتقليل الفاقد يمكن قول أن المصنع يتمتع بكفاءة عالية إذا كان ينتج السلع باستخدام أقل قدر من الموارد والفعالية هنا بغض النظر عن كفاءة المصنع يمكن القول أنه فعال إذا كان ينتج السلع التي تناسب احتياجات السوق وتفي بتوقعات العملاء هنا يتعلق الأمر بتحقيق الأهداف وتلبية المتطلبات المطلوبة حسب استراتيجية هذا المصنع بتحقيقه لتلبية احتياجات المستهلكين